احنا بنتتبع يعني ايات القرآن الكريم عشان نفهم دينا امرنا بايه عبادتنا يبقى شكلها ايه نقضم غزمة ازاي نحسن لنفسنا ونحسن للناس ونحسن في العبادة ازاي النهاردة هنتتبع فكرة الاحسان الاحسان في ايه الاحسان للوالدين الاحسان للنفس الاحسان في العبادة وفيه ناس متخيلة انه الاحسان يعني انا احسن في الشيء يعني ازود فيه كتير او اديقها على نفسي او امنع مباح يعني ده الاحسان يعني من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه فيتركه كل الدنيا وده الاحسان هو شايف كده واش نترك كل شيء ويكتبوها ويهلله بقى تسريف حاد ان انت تركتي تركت الشغل وتركت المش عارفة ايه وترك ايه وترك ايه وترك وترك المهام اللي مطلوبة منه وترك 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 عشان يعتكف مثلا او عشان يطلق اللحية مثلا فممنوع يشتغل في اماكن حساسة حاجات معينة مثلا خلاص هو مطلوب منه كده بس العمل اللي بيعمله مثلا انه بيحمي حاجة فهو بقى منترك ويقوم مستخدم يعني يستدلل بحاجات مش هو ده مكانها حضرتك والله العظيم يعني نفسنا يعني نفهمها كده بس هو مش ده ففيه فهم خاطئ فهم خاطئ يعني في فكرة الاحسان احنا عايزين نفهم الفهم الصحيح لانه فيه ناس تتنطع تزودها قوي فالموضوع يبوز بينها يعني فيه ناس تشق على غيرها بانها لازم تمتثل لامر الله الاساسي فتشق على الناس فالناس تموت تفرفر او تلحد او تروح ايه ده فاحنا عايزين نفهم الصح الصحيح والمطلوب ما نزودش اللي ربنا ما زودهوش علينا وما نقللش اللي ربنا لا تفريط ولا افراد فضلت الشيخ احمد صبغ زي حدرتك بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ومرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء وصلنا على الحبيب أهل بكطيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإحسان أيها نبدأ بالإحسان في العبادة الإحسان في العبادة هو أن يزيد ركزي في كل كلمة أولي أن يزيد الإنسان في عبادته لربه فوق المطلوب منه من جنس ما فرضه الله عليه بدون أن يشق على نفسه وصلت حاجة؟ لا يعني أنا بالبلد بتاعنا المصطباء وبتاعي بقى إن أنا أزود على المطلوب مني في العبادة بشرطين الشرط الأول من جنس اللي ربنا فرضوا عليه ما جيبش حاجات بدعة ومنكرات يعني الصالة خمسة أنا أخليهم عشرة هصلي قيام ليل أنت حور صيام رمضان بس هصوم اثنين وخميس وثلاثتاشر براحتك هذا الشرط الأول إنما ما تصومش رمضان بالفجر للفجر أيها بالضبط كده من جنس ما فرضه الله بالشروط اللي فرضه الله من الشرط التاني بدون أن أشق على نفسي وإلا في إحسان إلى النفس قال الله وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة وَأَحْسِنُوا وعندنا دليل قوي جدا إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد ووجد حبلا مربوطا بين ساريتين حبل مربوط بين عمودين في الجامع خير ده المين؟ قالوا لي يا رسول الله سيبوا سيبوا ده الزينب بتعمل عليه حاجة كويس بتعمل ليه يعني قال لي يا رسول الله هي بتقيم الليل فبتنعس وتتعب ورجلات توجعها بتمسك في الحبل هم فكروا من الرسول هي إيه؟ هي سقف لها عارفة سيدنا النبي إدى قرار فوري قال لهم حلوه تشيروا الحبل ده وليصلي في قيام الليل وليصلي أحدكم نشاطه فإذا غلبته عينه فليرقد يبقى الإحسان بدون أن أشق على نفسي على نفسي شوف ربنا سبحانه وتعالى بقى قد الإحسان إلى النفس قد الإحسان في العبادة وفي عندنا الإحسان إلى الوالدين ربنا حطوا في كفة الوحدة يا أستاذ عام طبعا وقضوا ربك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الوالدين إحسانا إيه الإعجاز هنا في الوالدين يا إحسانا حضرتك أو أحد ماشي بالسيارة بتاعته لقى أحد فقير فنزل بنقوله إيه عمل إيه أحسن إيه إيه أحسنت إيلا إنما القرآن لما تكلم عن الوالدين ما قالش وإيلا الوالدين قالوا إيه وبالوالدين جابها بالبقى مش بإيلا وقدم الوالدين على الإحسان أنا بقول أنا أحسنت لفلان إنما بقى وقال إيه ما قالش وبالإحسان للوالدين لا وبي الوالدين الأول تقدم اهتمام واحترام أقول لحضرتك ممكن برضو تتفهم إزاي وتقولي صح ولا غلط يعني بالوالدين دول هتنال هتعلق نزلة الإحسان ماشي مثلا لا وقال بي لا قلبي الوالدين لما قول أحسنت إيه فلان الرغة تقولك دا استشعار أن المحسن أعلى ممن أحسن إليه أعلى إنما لما قول أحسنت بيه فلان لا دا هو أعلى مني وهو اللي خدني معاه وصلت ولا وبالوالدين مش وإلى الوالدين يعني واجب عليه تحسن إليه اشتركوا في القناة